كنا صغار من يومين وزمننا متعب بحلين كنا صغار من يومين وزمننا متعب بحلين من مقطف بلد من الشعار شو يعني لو قالوا صغار مقطف بلد من الشعار شو يعني لو قالوا صغار مقتصور مصرق سبب وزي الضل يرفقنا الأمل زي الضل يرفقنا الأمل الحقيقة بدايات الكتابة هي كانت الشعر أنا بديت أكتب شعر من أنا في المدرسة وأنا صغيرة مش عارفة 14-15 سنة وكانت معلماتي بشجعوني الله يعطيها العافية سهير الشويكي هلأ موجودة في نابلس وسحر الشويكي ومعلماتي كلهم كانوا يشجعوني كتير وأنا بكتب وأنا كنت بلاقي حالي وأنا بكتب الحقيقة بداياتي كانت زي ما قلنا الشعر وما زلت أكتب الشعر حتى هلأ ولكن بفترات كتيرة إجت أشياء عطلت على الشعر ولكن بالطفولة يعني الجو اللي زي ما حكيت لك كنت فيه اللي هو جو العائلة اللي كانوا كمان ماما وبابا كانوا مجرد ما أكتب أي إشي يكونوا يحمسوني طبعا ينقدوني إذا فيه أغلاط يقولولي عليها إذا فيه أشياء يقولولي يوجهوني خلينا نقول بس بنفس الوقت يسمعولي ما كانوا يقولولي مثلا في جداعي تكتبيه أو ييه شو هاللي بتكتبيه كانوا دائما دائما مصدر إلهام ومصدر تشجيعي لي ما بنسى كمان تأثير الشاعرة فضوة توقان وأنا طفلة كانت دائما تزورنا ببيتنا كانت صديقة للوالد و للوالدة وكانت بتحرس تسمعهم قصائدها الجديدة وأنا كنت بحب كتير طريقة إلقاءها وبحبها كشاعرة وبحب شعرها وكنت دائما أسمع 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 ومرة فاجأتها وقلت لها قصيدة من قصائدها بصوتي وانبسطت وصارت كل مرة تقولي آه إم تبدك تسمعينا إشي تاني؟ وهذا خلاني الصراحة أحرص دائما على العلاقة معها لما كبرت ولما بديت بدي أنشر أول مجموعة شعرية إلي بعنوان هل يلتقم الشطران؟ ما كنتش أقدر أنشرها إلا لما قالت لأنشريها أنا أعطيتها المجموعة الشعرية وكان فيها نص نثري ونص شعري مع بعض وقلت لها أنه أنا بستنى رأيك إما بتقولي لي امشي وانشريها وبتكتبي لي المقدمة إذا عجبتك أو بتقولي لي أجلي وأنا برح أجل لن أنشر إلا إذا وفأتي وفعلا هي كتبت للمقدمة وقلت لي أنشري وأنا كنت سعيدة جدا برأيها في اللي بكتبه وقديش أنا بذكرها وبذكر جمالها جمال روحها وشخصيتها وشعرها الله يرحمها الحقيقة أنا لما كتبت برضو أنا في المعتقن في السجن كتبت عن التعذيب وعن عن اللي حصل معي كتبت مجموعة من القصائد وأول ما أخرجت من السجن بعتها لشهيد غسان كنفاني على مجلة الهدف هذا الحكي في التسعة وستين ونشر لي إياها في مجلة الهدف وكتب جنبها أنه هذه يعني قصائد إجت من المعتقل وطلعت من السجن وأنا هيك يعني كنت بحبه جدا لغسان كنفاني وبحب كتابته وأنا فخورة بشهادته حرصت أنه بعدين أني أعمل رسالة المجستيرا أقدمها في أدب غسان كنفاني الرواية والقصة الخصيرة كتير كنا من نستنى الأعياد ومن نحبها هيك الدهشة والفرحة ماما كانت تجيب لنا هالفاساتين الجديدة وأنا متذكر تماما أنه خالاتي التنتين الله يرحمهم سلوى ولم يا عبد الهادي كانوا يحرصوا دائما هديتهم في العيد فاساتين العيد فكانت الفاساتين إش كتير حلو وكنا نقيم بس أنا وأختي زي بعض صورنا القديمة بتلاقينا لابسين نفس الفسطان نحط الكندرع نحط الهب الجراب نحطه هيك قريب منا وما منصدق اليوم يجي اليوم طبعا كنا نبدأ دائما بأننا نروح نزور لقبور مع الوالدة وكنا نحبه ما كنا نكره هذا الطقس نزور الناس اللي منحبهم طبعا بعدين كنت أزور ستي في الأول ستي أم أمي طبعا بعد استشهاد شادية كنا منزورها كل عيد أكيد وغير العيد العيد وغير العيد بس العيد يعني بالطفولة المبكرة كانت دائما نستنى العيدية كمان بابا لأنه كان في البنك العربي دائما كان عنده أروش دهبية جديدة يجيب لنا هلقروش لنا وللجيران وللعيلة كلها يعيد كله ونستنى هلقروش ولما نروح نشتري الله يسهل عليهم من دار استاتية تحت البيت يقولون لنا أوه طلعوا على مساري دار عبدالهادي طبعا هي مساري البنك لكن جديدة وبتلمع فإشي حلو كتير كان نروح على العيد العيد هناك يعني إش نروح على العيد كان يعني نروح على المراجيح مش زي هلق كل إشي موفر والناس بتروح إمتى مكان وولادنا وأحفادنا كله لا كان وقتها ندفع مصاري نروح على المراجيح نركب المرجيحة إشي كتير حلو كان إلو كان إلو مميز لأنه كانت أشياء ما نعملهاش إلا بالعيد طبعا الكعك كنا لازم كعك بعجوة وكعك بجوز لازم على العيدين وهيك يعني ستات يقعدوا ويعملوا الكعك مع بعض وكعك البيت أزكى كتير من الكعك اللي بره دايما فطقوس العيد كانت حلوة يعني شوف ضلت حلوة يمكن لحد ما ارتبطت بالحزن يعني عارفة وإحنا صغار كتير كانت هيك مرتبطة بالجمال أكتر بعدين على مر الأيام من وقت استشهاد شادية لحد هلأ وهي مرتبطة بالحزن للأسف هلأ هناك لما في الغرفة المواجهة في عنا الشباك اللي بيطلع البستان بستان الشيخ حسين عبدالهادي اللي هلأ صار باسمه قصر حسين عبدالهادي الحقيقة هذا البستان له ذكريات كتير كبيرة عندنا في الطفولة وأهمها الصراحة بعد ال67 مباشرة لما زارنا أبو عمار وما كناش منعرف أصلا اسمه ولم نعرف أنه ياسر عرفات ولما طلب مقابلة ماما وبابا مع بعض ويدخل وطلب من الوالدة كرئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أنه تكون تساعدهم بعملهم بهذاك الفترة وإحنا ما عرفنا مين هذا القائد لحد ما أنه طلع من الضفة وانتجرت صوره بعدين وعرفنا أنه كان ياسر عرفات خلينا نقول هي 67 يعني كنت 67 للثانية في المدرسة في أول ذنوي كنت على ما أظن وبالنسبة إلي يعني برضو كان إشي يعني مخيف أنه حصل فيه جنود احتلال اللي اجوا على نابلس على بلدي وانه قعدنا طبعا فترة منع تجول وكل هذا الحكي ومتذكري انه اخوي برضو اخوي فيصل انه راح على احدى العمرات العالية وكان حامل اسلاح اخدوه من مخافر الجيش الاردني بهذاك الوقت وكنا خايفين جدا عليه يعني بصعوبة نجي من محاولات القنص الحقيقة انه فور فور السبعة وستين يعني الوالدة استأنفت نشاطها اللي هو كان من الابل طبعا من الاربعينيات نشاطها في الاتحاد النسائي واستلامها في امين تسر الاتحاد ولكن هي صارت في الاتحاد العام المرأة فلسطينية كرئيسة الاتحاد بدوا نشاطهم في اتحاد المرأة بعد السبعة وستين فورا فورا بتذكر انه صاروا يروحوا على القرى والمخيمات ويعملوا اول اشي عملوا طبعا هو العمل الاغاثي اكيد واحنا من هداك الوقت واحنا في المدرسة نحاول ان نشارك بهذه الانشطة اللي هي الاجتماعية المتعددة اللي اللي كنا نشوفها الشيء طبيعي يعني انا شايفتها في البيت وجيراني وحواليي واصدقائي ومعلماتي كانت الله يرحمها هيام ابو غزالي واستازتي دكتورة الهام ابو غزالي برضو من العائلات اللي كانوا يعني مع الوالدة مع كتير من النساء النشطات في نابلس نائلة العطحوت سعاد العبوي كتير من النساء النشطات اللي هم يعني كانوا مع بعض يروحوا لريموندا الطويل يعني اسماء كتير من النساء اللي كانوا هم والوالدة مع بعض يروحوا على مناطق مختلفة يعني فورا يوميا يشوفوا ايش لازم ايش لازم ايش لازم الناس اللي اجت واللي هي مهجرة كل هذا كان طبعا بيراكم عندي بيراكم يعني طبعا في المدرسة في المدرسة طبعا احنا كنا أوردي برضو قبليها واحنا في المدرسة كان في عنا مظاهرات برضو كنا نشارك فيها ايام الاردن ايضا فاحنا يعني طبعا اول ما صار الاحتلال فورا طلعنا مظاهرات ضد الاحتلال فهي كانت بتعمل مظاهرات ضد الاحتلال كانت يطلعوا مدارس للشباب ومدارس البنات ومدارس الشباب يجو يطلعوا مدارس البنات ومرات مدارس البنات تبادر فاحنا هذا الحكي كان تلقائي وطبيعي ما كان يعني ما في اشي حاسين انه منعمله اصلا احنا ما منعملش اشي هي مجرد احتلال من قوام الاحتلال ببساطة ببساطة ملانات الصغار يعني اللي أنا متذكري حتى هلأ كيف نطلع في المراييل ونكتب اليافطات اللافتات وكذا فأنا في بداية الموضوع الصراحة كان تحقيق معاي قبل الاعتقال إنه إجوا على البيت عنا في نابلس في الليل في نص الليل وما شفت لها سيارة عسكرية معاهم صاحبتي غانية ملحيس اللي هي الدكتورة غانية ملحيس كانت معي في المدرسة جايبينها في الجيب معاهم وندهوني فاستغربت جدا طلعت معهم طبعا طريت أطلع وروحنا حققوا معي ليلة كاملة يعني أنا وياها إنه إنتوا مسؤولات عن المظاهرات اللي في البلد طبعا مش في البلد في المدرسة يعني اللي طلعت من المدرسة في البلد وبدوا يحققوا معنا أسماء الطالبات اللي معكم مين اللي كانوا معكم شو اللي كنتوا تعملوا شو السبب إحنا طبعا معناش أسماء إحنا كنا نقولهم كل المدرسة كانت تطلع وإحنا مش إحنا المسؤولات إحنا ما كناش لا من طلع المدرسة ولا إشي إحنا زينا زي هالبنات إطلع ونطلع في حدث إحنا زي كل قانون في العالم في العالم إن إحنا جاي احتلال على قلب بيتنا بدناش الاحتلال ببساطة إحنا أطفال بدنا نعيش بسلام وأمان هذا هو كانت يعني ببساطة شديدة فإحنا طبعا كانت هذه أول مواجهة مع التحقيق والإحتجاز وكذا فكانت برضو غريبة لأنه في البلد إحنا ساكنين في البلد الأديمة وإجوا في سيارة عسكرية على البلد الأديمة وأنا استغربت إنه جابوا طبعا صاحبتي قبل ما يجيبوني وبالتالي إحنا التنتين حكينا بنفس الاتجاه وهذه كانت البداية يعني بداية مظاهرات اعتصامات جمع فلوس للمساعدة المعتقلين والمحتجزين والمهجرين يعني هذي واللي هو زي ما قلتلك بشوفه في كل محل أنا بشوفه في كل شارع وفي كل بيت ومنطلق من البيت وكل بساعد فيه هذي كانت البدايات يعني بالنسبة للاعتقال اللي هو اللي صاحبه إبعاد يعني الأخير الصراحة كان بعد استشهاد شادية أبو غزالة صديقتي استشهادت في 68 بشارة 11-68 حصلت بعض العمليات العسكرية اللي هي في فلسطين كلها وصاروا الحقيقة جيش الاحتلال صار بيدور مين الناس اللي كانت أصدقاء للشهيدة الشادية ومين اللي ممكن يكونوا احتمال إنه يكونوا لهم علاقة بالموضوع فصار هيك الحقيقة يعني صار في بحث عن الصديقات وإحنا وقتها بعد ذاك الوقت اعتقلنا 20 صبية مع بعض واعتقلت والدتي معنا هلأ والدتي كان لها تهم مختلفة عن تهمنا إحنا يعني إحنا كنا متهمين يعني معتقلين بتهم متقاربة والوالدة اللي شئتها تاني تماما وبهذاك الوقت هي يعني رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وكان غريب اعتقالها لأنه كانت هي بالأربعينات عمرها بالأربعينات وبالنسبة إحنا كلنا بنات صغار يعني من 15 ل 23 كانت يعني إحنا مجموعة البنات منه في المدرسة في الثانوي وفي الأكبر شوية فكلنا صغار كنا بهذيك الوقت وكان بالنسبة لنابليس كتير غريب إنه كانت يعني كان في اعتقالات قبل نائل العطعوت وسعاد العب ويعتقلوا قبلينا ولكن اعتقال جماعي بهذا المجموعة الكبيرة كانت أول مرة 20 يعتقلوا مع بعض بينهم سيدة يعني معروفة زي عسام عبدالهادي فالحقيقة كانوا بدهم يعرفوا منا إذا كان لنا علاقة ولا ملناش علاقة بالأشياء اللي حصلت العمليات العسكرية اللي حصلت زائد النشور الخوف مما تم العمله أو اللي ممكنين عمله فهذا هو كان الموضوع وحطونا في سجن نابليس العسكري منعوني أنا من إنه أكون مع والدتي بنفس الغرفة وطبعا أنا بالنسبة إلي يعني أنكرت تماما أي علاقة وفعلا ما كانش إلي علاقة أبدا في أي من العمليات العسكرية وإنه ببساطة أنا كان إلي علاقة بمقاومة المحتل عن طريق تنظيم المظاهرات والاعتصامات وكل ما إلو علاقة بأنا بشوفه من إنه حقي في مقاومة الاحتلال وبالنسبة إلي اللي بقدر أنا أعمله وبالتالي أنا بعرفش مين اللي عمل عمليات عسكرية وما إلي علاقة في هذا الموضوع والصراحة إنه ما اقتنعوش ما اقتنعوش تماما اللي كانوا بحققوا معي بهذا الموضوع بالإضافة لأنه الصبايا الأطفال يعني معظمهم أطفال وطفلات اللي كانوا موجودين صار فيه للمعظمنا صار فيه تعذيب وفيه جزء مننا أبعد لبرة البلاد وفيه جزء حكم عليه فيه ناس يعني فيه ناس أدينت بتهم ناس يعني بعض الشباب يعني تم الاعتراف عليها عنها وإحنا بالنسبة إلنا أنا والوالدة أبعدونا بسيارة عسكرية سبحان الله بشهر أربعة بشهر أربعة سنة التسعة وستين يعني حطونا بسيارة من السجن إلى الجسر وبعدونا هناك واللي هي عقوبة يعني قاسية جدا يعني بهذاك الوقت أنا كنت حاسستها إنه أصعب من الاعتقال حقيقة لأنه إنتي بش بإختيارك طلعتي من البلاد إنتي بإختيارك تم طردك خارج البلاد وإنه كنت مش قادرة أتصور وأنا طفلي هناك عملتلي فعلا عقدة يعني بهذاك الوقت طولت كثير فترة طويلة معي إنه أنا لسه مش قادرة أخلص التوجيهي كنت أنا في التوجيهي لما عتقلت كان مفروض أقدم التوجيهي بالسجن بس أنا وبعدت قبل ما أقدم التوجيهي فأنا ما كملتش دراستي بدي أكملها بره البلد صحباتي موجودين في السجن أنا مش تأتي لهم كتير إحنا كونا حياة داخل السجن يعني الله رحمك نعمة كمال كانت معنا توفت من قريب الله يرحمها المناضلة نعمة كمال كان معنا المناضلة ترندنبلسي سهام الوزني برضو الله يرحمها سهام الوزني كان معنا أهود يعيش غادة عبدالهادي كان مجموعة كتير كبيرة هبا النابلسي سعادة النابلسي كنا نجو الشخشير أختها لمريم الشخشير كنا مجموعة كتير كبيرة زي ما قلنا وأكبرنا كانت الوالدة وكانت الوالدة الحقيقة لعبة دور كتير رائع في السجن كانت الملاذ هيك للصبايا كلهم والأطفال جميعا الطفلات جميعا يعني التبطب عليهم وتحكي معهم وتأويهم وتشجعهم كان صوتها كتير حلو كانت بتغني برضو بتغني غاني ثورية ووطنية اللي تلف هالطفلات حوليها كانت معنا سوسن الشنار كانت أصغرنا أصغر مننا بسنة يعني كانت هيك تحتوينا الوالدة قديش فترة زي السجن أخنا طويلة؟ فترة مش طويلة كانت شهر ونص فترة مش طويلة ولكن الفترة الحقيقة حفرت كتير كتير في الذاكرة حفرت كتير وأثرت زي ما قلنا يمكن يكون على مسيرتي طويلا بعد ذلك لأنه يعني هيك خلت الأشياء اللي معروفة صارت معروفة أكتر يعني في بديهيات في السجن وإحنا شفنا القسوة وشفنا الظلم وشفنا يعني العنصرية والتمييز وشفنا استحالة التفاهم ما بين المحتل واللي واقعين تحت الاحتلال شفنا يعني أشياء خلتنا ببساطة يعني نزداد إحساسا بإنه بدنا نعمل كل اللي منقدر عليه إنه نقاوم المحتل بكل الطرق هاي يعني أشياء صارت كانت بالنسبة لنا بديهية داخل الاحتقال الإبعاد أخذ 27 سنة يعني مدة طويلة جدا جدا بصراحة وقاسية جدا جدا يعني برضو من الطفولة لأنه كان الواحد بهذاك الوقت 16-17 سنة وضلوا لحد بعد 27 سنة لما قدرت أرجع على البلد لو بقدر أشيل استشهاد شادية لو بقدر إنها إنه أشوفها أشوفها معاي يعني ما حصلش هذا الموضوع أبدا وإنه لسها موجودة بناتنا يا الله شو كانت بتثري الحياة الاجتماعية والسياسية وحياتي أنا الخاصة ويعني حياة عائلتها الصغيرة والكبيرة أنا بعتبر طفولتي سعيدة فعلا طفولتي بحسها إنها خلينا نقول أسست لما أنا عليه الآن أمدتني بالطاقة والنشاط والحيوية والإيجابية أهم ما فيها الإيجابية يعني أنا تعلمت من الوالدة والوالدة والوالدة النظرة المستقبلية النظرة للأمام كنا صغار من يومين وزمننا متعب حنين كنا صغار من يومين وزمننا متعب حنين من نقطة في بلد من الشوار شو يعني لو قالوا صغار من يومين وزمننا متعب حنين لو قالوا صغار من يومين وزمننا متعب حنين ترجمة نانسي قنقر